وقلت لكم ان اعداءنا لما فكروا ازاي يوقعوا هذه الامة ما عادوش بيفكروا نفس التفكير بتاع زمان ان احنا نسقط امة الاسلام نسقطها بالبندقية والدبابة لا لا خالص خالص ليه؟ لنما عارفوا يقينا على مدار السنين طويلة على مدار التاريخ ان كل ما بيستخدموا السلاح مع امة الاسلام بتكون النتيجة ان الغلبة والتمكين في النهاية بيكون للمسلمين وان استخدام الدبابة والسلاح مع المسلم بتكون تخيل المسلم يعود لدينه وتمسك بدينه ويتمسك بمبادئه واخلاقه فبتكون النتيجة ان هم النهاردة ايقانوا بهذه الحقيقة فكانت النتيجة انهم بدأوا يستخدموا اسلحة اخرى الاسلحة الاخرى دي هي نزع الاخلاق من حياة المسلمين فاذا نزعنا الاخلاق من حياة المسلمين خلاص هم كده كده هينهاروا اصلا وكلمتهم يعني كثير من المستعمرين الغربيين كانوا بيتكلموا بهذه الكلمات حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في امة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعلها الف مدفع احنا مش عايزين حرب ولا عايزين مدافع هي القصة كلها صلطوا عليهم بس كأس وغانية اجلوهم بشهواتهم فتكون النتيجة ان امة دي تسقط وبعضهم قال في الوقت الذي ننزع فيه حجاب المرأة المسلمة فنغطي به القرآن نقول لقد ظفرنا بجيش المنتصرين للدين احنا يوم ما هنخلي البنت سلع الحجاب تمشي في الشارع متبرجة وناخد الحجاب ده نغطي بالمصحف احنا كده خلاص ويكأنهم يرون ان اعظم قوة للمسلمين المصحف والحجاب المصحف والعفة الحجاب مش يكونوا كرمز اسلامي لا 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 اللي هم عارفيه كواس جدا يعني ايه نازل حجاب فتنتشر شهوات الدنيا الضيعة خلاص دي كلمتهم علشان كده قلتلكم هم بيسعوا بغاية السعي علشان يسخطوا هذه الامة عن طريق الاخلاق فما تستعجبوش ابدا انهم يكرموا راقصة من الراقصات او يكرموا في يوم الام واحد ياما نشر والعياذ بالله المعاصي بين المسلمين ما تستغربوش من ده هو مخطط مرسوم ازاي نقضي على الاخلاق داخل بلاد المسلمين ما تستغربوش جدا ان يكرم واحد هو حريص جدا على نشر الفساد في الافلام في افلامه ولا تستغربو جدا من تكريم مخرجة هي دورها الاساسي في افلامها دايما ان هي نشر والعياذ بالله الاباحية الاباحية الجنسية داخل افلامها ومتستغربوش من كاتب ليل نهاره عمال يتكلم عن حقوق الشواذ وبعد ذلك يكرم من اوروبا لا 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 ده هذه هي الاذرع الحقيقية لهؤلاء داخل بلاد المسلمين علشان يقتلوا يقتلوا الاخلاق داخل بلاد المسلمين ترجمة نانسي قنقر